أسلاك الضغط العالي تسعق بطلا من أبطال رياضة المصارعات في العظمية وتنهي حياته على الفور الشاب أحمد علي صاحب الستة عشر ربيعا عامل البناء إضافة لموهبته صعقه سلك مثبت على سياج المنزل الذي كان يعمل به مع خاله في منطقة الغزالية فقدنا كان يشترويها يا عمال ربه يتمنوه هو صغير وارده علمه وارده طوره المهم طورته وصار بعده ولا الشاب ده نشتغل سوية وعلى حب الله يريد يودي عيشه لأهله صعد للسطح ما سمعت الله صوت عيطة صعدت عليها ركض لقيتها ميت نايم بالسطح داقين الذنين لثلاث خطوط داقين خط منها فنجان داقي بالستارة مساهمين أبو البيت يردون مننا فلوس يلا يشيلوا اشتكى عليهم مرتين ثلاثة هو والمقاول ما شالوا يردون مننا فلوس يلا صارت براسة بالنبعد الحمد لله والشكر كان يستعد للمشاركة في بطولة جديدة لكن القدر خطفه موتى لتتملك الصدمة أفراد أسرته رحل معيل العائل الوحيد الذي كان يكد بيد لتوفير لقمة العيش ويمارس رياضته المفضلة بالأخرى لتحقيق حلمه يحمل ذوه وزارة الكهرباء مسؤولية فقدان حياته ويطالبون رئيس الوزراء باسترداد حقه طلع نوبة أول على العراق ونوبة اللوقت طلع الثاني ويجعل كيفين بلاعب منتخب مصارع أهل المادية حالتهم مهل قد أبو عين ما شوفوا يا مهل قد غواش وحصوا بكل ياتيادوا يشتلي بيع شاي فهو هم يساعد أهله وهم القتله هي وزارة الكهرباء هي القتلته هسا أنتم ما تعرفون هذا بيت هيكل وراح يطلعون عمالة لباخ بنا بيطشي كل شي يعني أنتم منشادين هذا وعندنا دلال وعندنا صور وكل شي عندنا منشادين هذا الضغط العالي بالتيغة يعني ما حسبته حساب الضغط العالي من بعد نص متر يأخذ للبشر حادثة تسلط الضوء على شكل من أشكال الفساد والمساومة من قبل بعض الموظفين في حال صحة المعلومات التي ذكرتها عائلة أحمد كما توجه الأنظار إلى حقوق أصحاب الرياضات الفردية الذين يلجؤون لمهن أخرى لعانة أسرهم على الحديد قناة الفلوجة بغداد